اختتمت الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج الثقافة البرلمانية لفئة العموم والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين بآليات عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين وشهد برنامج الثقافة البرلمانية على مدار يومين حضور أكثر من 60 مشاركا من الجنسين بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة وهيئة التشريع والرأي القانوني وعدد من مسؤولي ومنتسبي الأمانة العامة بمجلس النواب وارتكز برنامج الثقافة البرلمانية للعموم على محورين أساسيين هما تنمية الثقافة البرلمانية والعملية الانتخابية بالإضافة إلى استعراض اختصاصات السلطة التشريعية وقانون الحقوق السياسية والخطط المعنية بارتقاء المرأة البحرينية ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل السياسي والتشريعي وفي ختام برنامج الثقافة البرلمانية أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن إطلاق برنامج تهيئة المترشحين للانتخابات والذي سيعقد في سبتمبر المقبل